السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة المرض اخو اخي بن عيسى توف ما كيبغيه ولكن علينا ان نفهم بان المرض رحته وفي حكم غريبة وان هناك مقامات عند العباد لن يدركوها في الجنة الا بالابتلاءات والامراض والاسقام الجنة لها مقامات كين مقام نبلغه بالعبادة ومقام نبلغه بالانفاق ومقام نبلغه بالاحسان الى الاخرين بالمعاملة وغيرها وكين مقامات عالية جدا لن تلجى اليها الا بالصبر على الامراض والاسقام فكان صالح اذا اصبهم مرض ما كيقولوش انني علش مريد علش وقع لي كذا كيقولوك لعل الله تعالى بغيب وعني مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنات ونهر ودهك المقام الشريف الرفيع لن ابلغه لا بصلاتي ولا بصيامي ولا بحجي ولا بعمرتي ولا بصدقتي ولا بصدقتي ولا بصدقتي للرحمي وانما ابلغه بمدى على الصبر على البلاء وعلى الامراض والاسقام وهذه الامراض والاسقام رابيها ربي يغفر الدنوب كان الصالحون اذا اصب بمرض كيفرح يقول لك وربما شي دنوب بقي ما استغفرتش عليها المولى او شي دنوب لا تغفرها لا تغفرها كذا ببساطة الا بالامراض فلعل الله تذكرني لعل الله تعالى اراد ان ان يمسح ما تبقى من دنوب كيفرح هذا الفرحة هادي وهذا اليقين هو عين ذاته علاج كتلقى ذاك المرض لا يطول سرعان ما يزول وما كيدي من مولاه والو 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 ما يدي منه تحاجة كتلقى بعض الصالحين مرض مرض خطير وكتلقى ذي ما فرحان وذي ما مبتسم والضحكة والابتسامة وعنده معنوية مرتفعة وكي العكس كي اللي اللي يسترنا ويستركم ما عنده شهد اليقين كيتسبغي بمرض او ربما غير در تحاليل ومشي عند الطبيب وقال له عنده شي تحاليل حتى نشوفه ربما ش عجبتنيش كيتسبب انهيار عصابي كيقولوا قيلة عندي شي حاجة خافية مرة واحد شاب بغيدر غير بغيدر تحاليل خرجتلي تحاليل مزيانة يالله غادي ياخده قلي بلتي 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 شي حاجة ربما ش كنا فيها نعاود ونرجعو نرجعون للتحاليل مرة ثانية هدك شاب بالخوف دياله وقال له انهيار بدك تترحد الناس كلهم تحلقوا حوله مالك كنت انا واحد منهم جمعت مالك الشريفة شو قال مخلوع قليك وقيل انا خلعني قال لك تحاليل لها تعاود مالك هو دير شي حاجة دير شي علاقة غير غير شرعية وقال فراسه داخل بانه يقدر يكون عنده السيدة او الادز فاتخلي هاد الهم بانه عنده توقع الاسوأ وبقى تقريب من مدة مدة طويلة هو كيشعر بالرعب انه مصب بهذا المرض وعاد في الاخر تثبت بانه سليم وعافع فاللي خلع انه يتوقع الاسوأ هو غياب اليقين في الله مالك يكون عندك اليقين في الله رب غفور رحيم تواب عظيم ودائما كتشعر بان المرض يلجى مرحبا غير يغفر به الله الدنوب وغير ترفع به الله الدرجات كيقول العلماء الامراض كيقول لك هي الامراض والاسقام هي هي كفارة للدنوب نقاء وارتقاء نقاء وارتقاء نقاء للدنوب وارتقاء في الدرجات فلهذا المؤمنين ما يده منهم الزمان وانه والمرض ما يده منهم وانه دي ما عنده اليقين ودي ما عنده الفرحة والسرور بلقاء الله ودي ما كيشعر بالحمد لله بأنه لا يحتاج إلى أي شيء كيف يمكن أن الإنسان يوقع عليه هذا الأمر هذا خصوه شرح الصدر دائما يقرأ قول الله تعالى قال ربي شرح لي صدري قال ربي شرح لي صدري ربك شهلك الصدر للإيمان واليقين وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أخي بن عيسى الله شافي الزوجة ديالك الله يمتع بالصحة والعافية وبتمام العافية أسأل الله الكريم المتعال أن ينور طريقها ويحفظها في بدنها وأسأل الله تعالى أن يجعلها من الذين لا خوف عليهم ولو يحزنون ويجعل بينكم مما ودة ورحمة آمين آمين يا ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مرحبا بك سي بن عيسى بارك الله فيك سيدي نهار نبراك هذا وصرحان شدلي الخطة وكان هذا معك عمي الحاذ مشارفين بك مولاي مشارفين بك وتحية لسكنة مولاي عقوب ايه من عيسى من نواحي مولاي عقوبية مشارفين مولاي مشارفين كدير عمي الحاذ وكان شكرك بزاف وعند معزيز عمي الحاذ اعزك الله مولاي والله من تعالى يعطيك الجنة ان شاء الله ودعمي الحاذ يا ربي وجميع المؤمن والمؤمنة يا كريم من تعالى يعطيك الجنة ودائما كنتصنت هنا ولداتي وملدار وكتحبق على هذا البرنامج بارك الله في قصبنا ايسى اخويا الله يحفظكم جميعا ما مسكين عليك كتقول لك افوك شابك يجيز ساعة الوقت ديالك كتشعل الرابيون وكتوقت صنت ودبرا نظير بعيد شي شوية اليوم وضروري شي مرة غبي نعيط وغادي تهدر معاك ان شاء الله يا الف مرحبا اخويا بغايتك عمي الحاج تدعي لي معاها مريضة شوية بدك الحساسية ودك الضيقة شوية تخنق بزاف الله الله مريضة شوية عمي الحاج وكتقول لي يا سحر ما طالز نفسك تهدر ونهدر معاه ويدعمها يا دبرا نبعد عليها شوية وغايتك بديش يدعوها الوليداتي كاملا يا ربية كريم وليها هي رعا دبما مريضة شوية دعمها انا مزوجة عمي الحاج الله يزازك بخير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اخويا الله من تعالى يرحم والديك يا ربية كريم ويحفظ جنة ان شاء الله عمي الحاج اعزك الله اخويا اعزك الله بارك الله فيك يرحم ذك الوالدين ودي ما كانت صمت عليك حتى تتصدي عد كارتها بارك الله فيك اخويا الله يرحم والديين لا يخطيك دعي لي يا معولي ذاتي شي دعوات لخير الله يزازك بخير عمي الحاجر هذه كان مرة كانت تساصل بك الله يحفظك ورعاك موليا شكرا سي بن عيسى وتحية كبيرة لزوجتك وتحية كبيرة لكل ساكنات موليا عقوب لا الها الا الله المرض اخو اخي بن عيسى توح ما كيبغيه ولكن علينا ان نفهم بان المرض رحته وفي حكم غريبة وان هناك مقامات عند العباد لن يدركوها في الجنة الا بالابتلاءات والامراض والاسقام الجنة لها مقامات كين مقام نبلغه بالعبادة ومقام نبلغه بالانفاق ومقام نبلغه بالاحسان الى الاخرين بالمعامل وغيرها وكين مقامات عالية جدا لن تلجى اليها الا بالصبر على الامراض والاسقام فكان صالح اذا اصبهم مرض ما كيقولوش انني علاش مريد علاش وقع لي كدا علاش كدا كيقولك لعل الله تعالى بغيب وعني مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنات ونهر ودك المقام الشريف الرفيع لن ابلغه لا بصلاتي ولا بصيامي ولا بحجي ولا بعمرتي ولا بصدقتي ولا بصلة للرحمي وانما ابلغه بمدى على الصبر على البلاء وعلى الامراض والاسقام وهذه الامراض والاسقام رابيها ربي يغفر الدنوب كالصالحون اذا اصيب بمرضك يفرح يقول لك ربما شي دنوب بقي ما استغفرتش عليها المولى او شي دنوب لا تغفرها لا تغفرها كذا ببساطة الا بالامراض فلعل الله تذكرني لعل الله تعالى اراد ان ان يمسح ما تبقى من ذنوبك فرح هذا الفرحة هادي وهذا اليقين هو عين ذاته علاج كتلقى ذاك المرض لا يطول سرعان ما يزول وما كيد من مولاه والو 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 ما يدي منه تحاجة كتلقى بعض الصالحين مرض مرض خطير وكتلقى ذيما فرحان وذيما مبتسم والضحكة والابتسامة وعنده معنوية مرتفعة وكيل العكس كيل لله يسترنا ويستركم ما عندوش هادي يقيم كيتصب غبي مرض او ربما غير در تحاليل ومشا عند الطبيب وقال لي رعنده شي تحاليل احتي نشوفوه ربما شعجا ما عجبتنيش كيتصب نهير عصابي تيخلوا قيل عندي شي حاجة خافية مرة واحد شاب بغير غير بغير در تحاليل خرجتلي تحاليل مزيانة يالله غدي ياخدها غلي بلتي 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 شي حاجة ربما شكينا فيها نعاود ونرجعو نرجعون دلو تحاليل مرة ثانية هادك الشاب بالخوف ديالو وقال لي انهيار دكي ترحد طحت اما الناس كلهم تحلقوا حوله مالك كنت انا واحد منهم جمعت مالك الشريفة شو قال لي مخلوع قيل لك وقيل انه يقال لك تحاليل لها تعاود مالك هو دلشي حاجة دلشي علاقة غير شرعية وقال فراسه داخل بانه يقدر يكون عنده السيدة او الهم بانه عنده توقع الاسوأ وبقى تقريبين مدة مدة طويلة هو كيشعر بالرعب انه مصب بهذا المرض وعاد في الاخرى تثبت بانه سليم وعافى فاللي خلال انه يتوقع الاسوأ هو غياب اليقين في الله مالك يكون عندك اليقين في الله رب غفور رحيم تواب عظيم ودائما كتشعر بان المرض لجم رحبا غد يغفر به الله الدنود وغد رفع به الله الدرجات كيقل العلماء الامراض كيقول لك هي الامراض والاسقام هي كفارة للدنوب نقاء وارتقاء نقاء وارتقاء نقاء من الدنوب وارتقاء في الدرجات فلهذا المؤمنين ما يدمنهم الزمان والو والمرض ما يدمنهم والو دي ما عنده اليقين ودي ما عنده الفرحة والسرور بلقاء الله ودي ما كيشعر بالحمد الله بانه لا يحتاج الى اي شيء كيف يمكن ان الانسان يوقع عليه هذا الامر هذا خصوه شرح الصدر دائما يقرأ قول الله تعالى قال ربي شرح لي صدري قال ربي شرح لي صدري ربك شهلك الصدر للامان واليقيم واسأل الله الواحد الاحد الفرد الصمد اخي بن عيسى الله شافي الزوجة ديالك الله يمتع بالصحة والعافية وبتمام العافية اسأل الله الكريم المتعال ان ينور طريقها ويحفظها في بدنها واسأل الله تعالى ان يجعلها من الذين لا خوف عليهم ولو يحزنون ويجعل بينكم مما ودة ورحمة امين امين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله